من جانبه أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مضي مصر مع اليمن من أجل تحقيق الاستقرار كما أوضح العليمي أن مصر كانت ولا تزال تساند اليمن من خلال مساعدة الشعب اليمني على مختلف الأصعادة سعدني أن أتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذي كان إلى جانبنا دائماً دفاعاً عن الجمهورية في الشمال واستقلال جنوبنا الحبيب من الاستعمال وكانت مصر الدولة التي أسهمت في النهضة ويعادت بناء مؤسسات الدولة عام 1962 واليوم فإن مصر تقف معنا أيضاً في إطار التحالف الدائم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوب من إيران كما تحتضن مئة الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل ترجمة نانسي قنقر